مرحبا ركضا شلار نسل صنص ومارم اي سنزدر في فيديو اليوم راح نشوفو ثلاث كلمات اللي استخدموهم الاتراك بكثرة في حياتهم اليومية واللي هي باري بدي افيدر اهلا بكم مرة ثانية اذا راح نبدأ اولا بكلمة باري لي هي على الاقل كثيرا ما نصادف اشخاص عدمي الاهتمام في حياتنا او اشخاص لا يكترثون للامور فمثلا هناك شخص يريد ان يسافر الى مكان ما وام تقول لما تصل الى ذلك المكان اتصل بي لاطمئن عليك مثلا نقول هذا الشخص اسمه ساركان نسأل الام اذا وصل ساركان ام لا فتقول لي نعم وصل لكنه لم يتصل فربما هنا ربما تكون سمعت من شخص اخر انه وصل الى ذلك المكان فانقلها انا بمساج يلدم باري بمساج يلدم باري هل بعث رسالة على الاقل لو سألت قلت بمساج يلدم يعني بدون كلمة باري رح يكون هل بعث رسالة او هل رسل رسالة لكن لما نزيد كلمة باري هنا يعني لانه كنا ننتظر منه ان يتصل لكن لما ما تصلش فهنا على الاقل هل بعث رسالة ان شاء الله تكونوا فهمتوني عنا عبارة نسمها بزاف عند الاتراك اللي هي اي باري اي باري مثلا نقول لك اي باري تواف ولوردو جنكو اي باري تواف ولوردو جنكو اي باري بمعنى جيد على الاقل انا لا اعرف اذا كانت ترجمة صحيحة الى اللغة العربية لكن هنا بمعنى احسن من الاول فمثلا انا نكون نقوم بتزيين غرفة معينها وتأتي صديقتي تقول لي توك توولو يعني اصبحت سيئة جدا نعاود مرة ثانية نزيينها حتى تكون احسن من الاول لما نكمل تشوفها وتقول لي اي باري تواف ولوردو جنكو يعني جيد على الاقل بمعنى اصبحت احسن من الاول تواف ولوردو جنكو يعني كانت رح تكون غريبة لو تركتها بالشكل الاول او بالتزيين الاول الان نشوفو كلمة بدا واللي هي ايضا او وكذلك ايضا تكتب بير د مثلا اكتشفت شخص انه كذب في موضوع ما هو كان قال من قبل انه لا يكذب فانقلو بدي هيتش يالان سيلمان ديودون بدي هيتش يالان سيلمان ديودون وكذلك كنت تقول انك لا تكذب ابدا بالفصحة حسيت اني ما وصلتكمش المعنى احسن نحاول ندخل فيها الدرجة قليلا مثلا وزيد تقول انك لا تكذب وزيد تقول انك ما تكذبش هكذا نشوفو جملة اخرى وكذلك ايضا قال انك كنت تنتظره في المحطة او لما مثلا تذهب الى بائع الالبسة وتريد ان تختار يعني ستايل معين او طريقة لبس معينة وهذا الطريقة تكون ربما خاطئة او هذا الشكل لا يناسبك فمثلا هنا صديقك يحاول انه يساعدك في ايجاد ستايل مناسب لك او في تصحيح هذا الستايل اللي البسته بشكل خاطئ فيقول لك بيدي شمددنة باكلم بيدي شمددنة باكلم بمعنى جربها الان هكذا لنرا يعني بعد تغيير اللي عملو يقول لك بيدي شمدد يعني وكذلك الان بني بدي بيلي دشن چوك فزلا شانسم يوب كيبي بني بدي بيلي دشن چوك فزلا شانسم يوب كيبي فكر في الامر بهذه الطريقة ايضا كأنه لا يبدو ان لدي الكثير من الحظ فهنا مثلا يكون عندي شخصين لديهم موضوع شغل بالهم فالاول يكون مثلا يقولوا يفكر بطريقة ايجابية والثاني يعطيه الجانب السلبي لهذا قالوا بدي بيلي دشن يعني ما تفكرش من جانب واحد فقط تفكر في كلا الجانبين بالنسبة للجانب السلبي والإيجابية هذا كان فقط كمثال حتى نوضح لكم الفكرة والآن ننتقل للإبهيدر إبهيدر معناها منذ وقت طويل أو منذ مدة أو منذ فترة مثلا نقول لك إبهيدر بردا يامور يامد إبهيدر بردا يامور يامد لم تنطر هنا منذ مدة مثلا يحصل معي شيء يسعدني بشدة مثل ما نقول يعني يسعدني كثيرا فنقول لك لم أشعر بهذا منذ مدة أو منذ وقت طويل أو مثلا يكون عندي مدة طويلة وأنا أريد أن أسألك شيئا معينا فنقول لك إبهيدر سنصور مك استديم بشيء واردر إبهيدر سنصور مك استديم بشيء واردر هناك شيء أريد أن أسألك عليه منذ فترة بالنسبة لكلمة استديم هنا كان بزاف اللي يسألوني عن اللاحقة د ويقولوا لي ما دورها في الجملة لما نضيفها وراني نشوف تعليقاتكم فكان بعض الناس اللي يقول لك ماشي تقرأ تعليقات لا راني نقرأها وراني نوضع اللايك للأسئلة اللي تطرحوها في التعليقات حكذا حتى تعرفوا أني قرأت هذا السؤال ورح نجاوب عليه ربما نجاوب عليه في فيديو على يوتيوب هنا وربما نجاوب عليه في ستوري على انستجرام لهذا ديما نقول لكم تابعوني على انستجرام نيسى بالنسبة للاستديم يعني الذي أريده هذا الد اسمها صيغة الصلة أو جملة الصلة لما نضيفها على الجملة فهذا الشي كنت تكلمت عليه في فيديو خاص اللي رح نخليكم الرابط الخاص به أسفل في صندوق الوصف لأنه كل التفاصيل رح تلقوها في ذلك الفيديو بجميع أشكالها وبجميع التفاصيل اللي تتغير فيها وهذا اللاحقة د هي ترجمتها الذي أو التي لكن هناك بعض الجمل لما نقدرش نترجمها إلى اللغة العربية الذي أو التي يعني مثلا لما نقول لك إبي درس نصور ما كستدين بشي فاردر هنا ما نقدرش نترجمها ونقول هناك شيء الذي أريد أن أسألك عليه منذ فترة فربما هنتكون الترجم ركيكة بعض الشيء لهذا قلت لكم أخليكم الرابط وتوم تشوفوا كامل التفاصيل في ذلك الفيديو وبهذا يكون نكمل درسنا اليوم ونقول لكم إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله